أصعب حاجة هي أنه يعيش الزوج ما بين نارين الأم والزوجة النار ديال أنه يختار الزوجة دياله اللي يعيشه معها بسلام أولا النار ديال أنه يختار الرضا ديال مو على واحد السبب اللي هو تافه الرضا اللي يصنع ليه مولانا من فوق سبع سماوات حكاية الليلة غادي تفهمنا وغادي تعطينا عبار كثيرة فيما لنعرفوه بقاوا معايا باش تستبدو أكثر من حكايتنا الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم لانا كنتم تكونوا باخر والأخير وموركم هانيا وأحوالكم طيبة إذا كنتم يجدين على القناة نقول لكم مرحبا بكم إذا كنتم أهضر الجملة الشهيرة واللي هي ضردرك المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد وكتصفت لكم تحيتها الحارة أينما كنتم خصوصا ديال ناس ديال كوزينة اللي كان عاونهم باش أنهم يهرسوا ذكر روتي ديالهم ويحبوا كوزينتهم روما بدوا في حكاية الليلة راكم وليتوا كتب خلوا عليا وكتكاسلوا عليا في أنكم تغطووا لذير الإعجاب فضلا وليس أمرا هفضل تحتعافكم وتغطووا لذير الإعجاب لما سيكلفكم حتيشين جهودوا سيدير معي فرق كبير كهدية محبة منكم اللي خير ما سأطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا ويصال سمحوا لي أن أقول لكم بللي أنا وهذه الحكاية اللي غادي نحكي لكم اليوم هي بمثابة الجلسة عن طبيبان في ثانية حتيش محتاجة لما نحكي اللي في قلبي ويقول لي يا واش هد شي أراه صواب ولا خطأ ما غاديش نعطي صراحة الهوية ديلي الحقيقية اللي أنه بزاف جيل ناس اللي أنا كنعرف كيتبعوها هذه القناة خليني نبدأ لكم من الطفولة ديلي أنني حلت عيني ووسط بيئة لي هي متوسطة الوالدين ما عندهم شو مخصومش كلنا ساكنين في الضيور العشوائية ماشي برارك وماشي ديور كل واحد تشد الأرض دياله اللي فيها 40-50 مترو وكيبنيها بالطريقة اللي هو بغي عشوائية ماما ربت بيت وبابا خدم وحد الخدمة اللي هي على خد الحال غادي ندوز طفولة ديلي اللي كانت عادية لأب ديلي ما كنش مخلينا صراحة محتاش حاجة تيجي بلينا ما نشربه وتيجي بنا ما نناكله وكان قراءه من غير هاد شي رمكيناش الزيالة المهم وصلت للباك ديالي واخديته ومشيت للجامعة لأنه ما عنديش حل ديال شي حاجة وحد أخرى قرأت عامل لول جات كورونا قلست في الدار ودازت مدة وتعرفت على واحد السيد في مواقع التواصل اللي كانت عنده أنا ذاك 32 سنة وخدم في نفس الوقت لكن اختار باش أنه يرجع يكمل القرية دياله في الجامعة بقينا معارفين حتى الصدفاتا القينا ريوسنا بلي أنا نتنقرأه نفس الشعبة باش بلوتي يفتحوا لينا الحاجر الصحي رجعنا للجامعة اللي كانت عندنا نفس الجامعة ودرنا لي أول مرة أننا نتلقاه وكانت هذهك صراحة آخر مرة لأنه من مراهب بالضبط بشهر قال يابلي أنا بغيت نتزوج به كويصال أنا بل يابلي أنا وهذا الشخص هو مختلف مهذب عارف ما بينه ما بين مولاه وكبير وما غديش لقى معها مشكل وزايدون هو من عائلة مسدينا بشي تقلتها لدارنا غدي جي عائلته غدي تتعرفه علينا أمو باه وهو أخوه واخوتاته كبرنا بهم الرجال ببحدهم والعيالات ببحدهم وما خلينا ما درنا عليهم داز تمدة وعيطوا على بابا أعجي نتفقوا على الخطوبة ووجنا لها وحتى هي ما خلينا مدرنا فيها ليهم باباهم كانوا مفارقين بابا أعطيهم دار في انت يسكنوا أما الخطيب ديالي فاشجمع شباركة باش أنه يشري في انتسكنوا قال لي بابا ما كي لاش أنك تستعن بالريبة بني واحد تبقى فوق من مامك وتفاهمه واباه وحتفيع قدر ليه بسيط من الفلوس وتسميت بني أنها دياله هو طبيعة الحال بابا ما دارش معه لاوراق ولا والو ابنها بجيبه وصف المهم من مرى الخطبة في طبيعة آخر لبية العائلات المغربية أنه العائلة ديال العريس تديروا شعرات خفيفة من بعد العائلة العروسة اللي تعرفوا معاها أو لكيف تنقولوا لابن اللغة ديالنا العامية جابوا التفكور ولكن هادشي حنا ما كانش عندنا كل مرة كنا كان عرضوا عليهم كان كبروا بهم وهم عمرهم ما عرضوا علينا وهادشي كامل عائلتي ما كانش عاجبة قلنا ما تيهم شاد الأمر من الأول ما سولش لا أشنو عنده ولا شنو عنده والديه أنا شو تغير علاقته بينه وبينه وبينه وبين مولانا وقلت مهما أنه كي عرف ما بينه ما بين الله عمرني ما غديلقى معهم مشكيل وعمره ما غدي آذيني وبما أيضا أنه تيقول بلي عائلتي وناس لهم محافظين فحتى هما عمرهم ما يقدروا وليتجروا أنهم يآذيني وزيد الله أعلم شنو هي التقاليد ديالهم وبما أنه تيقول لي يا رامدي ما مريضة ما كتخرش ما كتدير هذي ما كتفعل هذي كنا كنا نقولوا ربما رأيها مريضة صافي مع شي مشكيل خلي هاد الشي ما ندوه هش فيه ولكن صراحة أن كين شيء أمور بساطة خصنا نرطوا له من البال المهم غدي نتفقوا على النهار ديال العقد ومشينا درناه وبدينا كان وجدوا العرس مع أني لا أنا لا درنا ما كنا ما زال عارفين حتى فين غدي نمشي نسكن غير قليا بلي أن نيراني كان سكن في البلاصة الفلانية وصف بدينا في تحضيرات ديال العرس ديالنا وغدي تبقى ليه بالضبط ما بين عشر ريام اتناشي اليوم تفعل مع التريتير إلى ما آخره إلا أنه غدي يخرج قارار ديك الساعة في كورونا بلي أنه منعو الحفلات والتجمعات وقال لي يا صافي غدي ندروش حاجة غير في الدار علما أنه بابا هو اللي كان مكلف بالمصاريف ديال العرس فما كتبش وقررنا باش أنا ندروه غير في الدار نظرا أنه ما يقدرش يبدل التاريخ ديال العطلة دياله وإحنا باش نتفادوا المشاكيل وما نخسروش للخواطر قلنا ما شي مشكيل نظرنا نهير في الدار ما بي العائلتين الصباح جيت أنا ورجلي حيش جدرنا غدي يجيبوا لي الفطور والحلوة والكادوات اللي جوني مع ثمينيان تاع الفرارج لفنفروض أنه الدار ديال العريس تيطيب الغضاء باش كل شي يجمع عليه جينا لقينا هم مام طيبينش حش متقدام ماما والعائلة دياله ذاك الشي اللي جابوا دارنا هو اللي غدي يتحط مرقصوا عليه ما زادوا فيه بدووا كي تتغمزوا العائلة ديالي هويلي واشهدوا ما تتطيبوش والعائلة ديال راجلي تلاكلوا بحوالي حتى شي حاجة ما كينو بلي كل شي عادي مشينا سافرنا دست أسبوع جيت لدار هم أمو كانت في طبقة وأنا كانت في طبقة هو كان عنده ثلاثة ساعة الخواتات واحدة معنا في الضر مع امها وزوجة سمزوجات واحدة قريبة كتجي ديما ولاخرارها بعيدة المهم كانت علاقة اللي هي عادية كل واحد وشتقار دياله هم كيكلوا بوحدهم وانا كنا ناكل بوحدي ولكن ربي شاهده لي أني ما كنش كنخليها أمو غير كنسمعها كتدير شي حاجة كنا هبط كنجري نقول لها أري خالتي أنا اللي غدي ندير لك وإذا درت شي حلوة وإذا درت شي خبيس كنا هبط كنعطيه ليها كنت تقول بلي أنا وادشي كله في سبيل الله وهذيك رابحة الماما وودي ما كانت يوصيني بلي أناه أرى الوليدة شوية عيانة عافكة ويصالها ردي معها البال المهم كنت أنا صراحة نديرها كتر من جهدي وكنت ديرها معها كتر من دكشي اللي كنت كنت ندير حتى مع مام الله يسمح لي والأمور كانت غدا يا سلام ومهدنا دس طلت شهور حملت وهنا غدي جيني لوحم صعيب لدرجة أنه الماء ما كنش كنقدر نشربه وبحلج أني واحد دل اكتئاب ونغلقت على راسي أغلبية الوقص كنت نمشي عند ماما وهنا غدي يعلنوا العائلة دي لراجلين وعنما الحرب دي لهم ضطي أولا بداك يبن وجههم الحقيقي بمعنى أنه هنا غدي يبدو التحراش ولو كيجو كيطلعوا عندي الفصل ديالي ويقولوا لي يا أنتي غدي تطيعي أخونا وانتي ما كتطيب إش لأخونا وأنا كنت حاملة يبقوا علي ما كتدريش لي وما كتفعلش لي وش ندخلهم هما كان كلامهم تهي ضيقني ولكن ما كنتش تنجاوب وتنحس شي حاجة في حلقي وحلالية بغت ترتق حيثش صابرة وما كانت تجاوبش معهم هاتي تربيتي بدأت فترة ديالوحم وبدأت شي شوية كانت ترخف وكان طيب وكان ناكل ورجعنا للروتين العادي ديالنا إذا بغت شي حاجة أمه كان هبطة لها كان ضوقها كان تخرليها وحتى من الدرج أنا اللي كنت تنسيقهم ماشي مشكل ما كنتش كنت تحاسب وكنت كانت تحامل معهم وربي شاهد باللي إخواتاتهم هما إخواتاتي ما كنتش دير الحساب ديالي نهائيا باللي أنا وخاصة كل معاملة ديالهم خاصة وباللي كخاصة تكون فيها الاحتياط حيثش بالنسبة لي وهم عائلتي الثانية وأنا كنت وحم واحد نهار بقى عقله مزيان كان إخواتاتهم كلهم جموعين في الدار باتوا تماما ولغد لي رجلي قال لي أجي نفطروا معهم هبطنا لحولي شي كلمات لو كانت تحت سرطها لم يجرغت وضعي يجب أن أجيز وضعوا من اخواتاتهم في التحامل باتواد كانت تحامل وحده في الكوزينا وكانت تدجلس وتحييدي لي من بني ذا ولي قال لي علما أنه طبله عمراء بالباتواد لأنه يبدو يفطر شدتني البكية وكانت بلوكت في البلاسطي لا تعلم ما أشتبه لي وحمل اللي جاني ولكن لم أستطيع انصردك شي الواقع وقدرني و انا احساب راسي بلا بغان ترتق صرتها و طلعت بلافتور و بقيت كام كي على ذاك الباريزيان لمدة ثلاث ايام عيت الماما كتتسولني مالك بقيت عليها اراني شريت الباريزيان و مجانيش رزوين بحال هذا طرف اللي قلعت لي ذاك خيتي من يدي ربقه وحليه في حلقه يا ماما و لنوقت ما كانت جمعه كي يكون اعزكم الله خشيه هندي اللذرة من ملتحت شوفي فلانة كيفاش لابسة لابسة بحالة نحاول نقول ما فيها بس خليهم يدويوا ولكن ذاك شي غادي و كيتم جاهد ما بخاش يحبس اذا طلعت و سديت علي الباب ديال الفصيل اذا بغيت ندو شول الناس و لانشقة مشيكسي وازع ما مثلا خفيفة حيتي شمعانه واحد دري اللي عنده 17 سنة ولكن خصني ذاك سديولي و هما ما كانوش كيدقوا و ما كان غرح للباب و زيد القدام كل وحده تطلع عندي كل نهار ما لك سدي عليك الباب خليه محلول كل صباح عندي نفس الموال حتاجت الوقت اللي غادي نولد فيها كانت الولادة صراحة شوية صعيبة و في اخير المطاف ولدت بالفتيح مشيت ولدت جاو عندي العائلة و ذات الامور عندي عادية تفقنا انني مشي لدارنا بما انني والدة بالفتيح انا و راجلي حتاج خاصني اللي يقابلني و يوريني كيفاش نقابل التربية لانه هو اخت دامي المهم انا مشيت عند ماما و ذاتلي نرفيسة لا هي ولا اخوالاتي و عيطه على عائلة راجلي غادي يجي غير هو وباه و راجل اخته و اخته اما امه و اخته الاخرى ما بغاوش يجيو امه عدرتها لانه بحكم انه ما داشش عليها قليل فتلقها فوليت من الناس حدودية ما كتب غير مشي ولا تجي عن شي حد المهم دست مدة 15 عشرين يوم بذن ماشي التراسي شوية قررت انا نرجع لداري باركة ما نخلي راجلي بوحده مشيت و بقيت كان دي ذاك شي اللي قديت عليه حتى دست واحد خمس ايام و قررنا باش انا ندبحو و كانت واحد بحالية مشتركة مابيني و مابين خوه اللي كان حتى هو والد و ما عايش في المغرب عايت لي يا راجلي سوي صال راح نجيبين ثلاثة نتاع الحوالة قلت لي يا امه ايوه الدرج راه موسخين لاجيو الناس و حالتهم طلعت سيقتهم منصح و الفتحالية ما زال بقى جديدة و التربية كاتبكي خاصنا نردعها و نعاود نرجع للشيقة ديالي و ما كينش لي عاونك و اللي يقول لي كاجي نعاونها المهم سيقت ذوك الدرج جاءوا الحوالة و سخوهم و اللي تعاوتاني سيقتهم لغد لي جاءت ماما و بابا و أخوتي هو أمو أبا أما أخوتاتو ما جاءوش لديك الدبيحة و حددها تسبب لي أولادها امراض علما أنه ما كاملاش ما بيناتنا حتى عشرة دخاق ديال الطريق و أنا كنت كنسمع كل شي في التليفون منتحراش ما بينهم من الفصيل ديالي المهم عاوتاني دازت عليها تمارا جيبي هذا طيبي تقليا ديري هادي و هي و بنتها لم يضعوا يديهم في الماء من غير أنا و ماما و مارتلوسي تغدا و مشاوه بطل الفصل ديالهم و بقودوا ثلاثة ديال حوالها كنشوف فيهم و كيشوفوا فيها فيهم الريوس فيهم داك العجب ديالهم و غير أنا و ماما اللي داس علينا الكثمارة ديال الحكاة للحيور و ديالت السياق هي وقفة علينا ديروا هادي هنا و حطوا هادي هنا و هادي هنا و أنا كنشوف ماما ماما مسكينة غير سكتة و ما قدت قلواله ما قداش تخسر الاخواطر دارتنا بحل خدامات و مسحوه فينا رجليهم زيان هادي المدة كلها ما كنش كانت شكا على راجلي غير إذا كانت شي حاجة ديالي بسيطة تنخوها عليه و تنقول لها أنا راني غير قلت لي كوصف عفاك ما تقول لهم تشي حاجة درنا نهار ديال السبوع ديالنا يجبنا فيه العونيات اللي تيدوي فيه على مرت الولد على كل وحدة أنا طلعت مرض داع بنتي شو يدوك العونيات قالوا غادي نغنيو على العدوزة وهي تنقز لوستي قلت لي هم آيوا إلا ماما اللي جبدها لي يا الباب الحباب ما عندما تدير هنا يا قلت لي يا مو بلي أنا و كل شي بدا كيشوف حتى حد ما فهم شونوا واقع المهم مشاو الناس داز النار على خير و بدينا كنجموعا و تنفيدي كنروينا أنا بقوة الشقة اللي فتحة ما نعودش لكم كتعطاني الصداع و النعاس ما كينش بالليل و كل يومين غدا السبطار تنضرب الشوكة و دوك الدروش حلفت لاشي وحدة نط سيقهم حتى خنازهم حماتي قالت لراجلي قل لو وصل تنط سيق دوك الدروش جاقل هاليا صراحة بأدب صرتها و قلت ما غاديش نجب الدصداع و سيقتهم بقصطح واحد النهار طلعت النشر و هي اتبعني أمو شوف هذا السطح كيف داير رحالته و نضي سيقه قلت لها ان شاء الله زدت في حالي ديس يومين عودت قلتها الولده هو ما كانش يجيكي يقول يا صراحة راقات لك ماما كانت يقول يا غير دير ذيك الحاجة ما كانش كيبغي يخسر الخاطر لأمو حيتش كان قريب لها بثاف و قلت لي انا راني عيتها فلان راني فاتحة و حتش شي حد مراعي لي و قاعد اكتم مره ردازت على ظهري و انا دا برا ما غاديش نسيقه و ما قداش عده بقاعدك سطح حتى جات بنتها و طلعوا لي بدوكي خبطو فيه زع مره طلعوا الراسهم و هنا غاديس بدأ حرب واحد اخرى حشي يا الله درا اعزاكم الله و الزديح و الخبط نتاع البيبان باست مودة جات بنتها حيث الشي كانت كل سيمانا كتجي جات تثبت معانا و انا و رجلي و بنتي كنا صبحين نعسين و باب ديال الفصيل ديالنا غير مسدود ما كناش قافلينه طلعت خطو معديك تسعود ديال باب حلات الباب ديال الفصيل و باب ديال بيت النعاس و وقفت علينا انا اصحاب انا عند بالي كان حلم حليت عيني و حاوت سديتها ما فاهم هوالو قالبني الناس نت بطولت و وش عدناشي حد تان الصباح نت نقزعي اختيو اه انا ويلي حشمت ما يصحاب شلي بلي انا و اكين خويا واغلي وخا ميكونش خكرة من الادب مخصيك شجيت حلي بحلها كاك دقي على الاقل هذا الشي صراحة ان قلته غير مابيني وما بيان راسي حتي شفاش قلت انا ف قلت انا عني سكت من البدع او تاني دست ايام ودرت نفس القاضية غير هوالفرق هذه المرة كنت قافل علي باب ديال الفصيل لانها و الضحقت مدوش و لتفرع البراء و نقص لفوته. يتفع عنجك الجديد في هذا الباب. اتفعل بيديك ما كان تصدق منه الباب. يوجد لها النصوات من شخص عملية. لذلك كان مرحبا بأنني سلتذكر في موكينها بالفوت. أخطي استفذعتني و قلت لها بأنني سلقّ لأيك إنتي. و هذا يصنع كرام ، سيكون أول مرة سنجواب على رأسي و ندفع على رأسي. لا أحد مرحبا ، سارسوا الناس. وبدأوا يدخلوا عليها. وقالت لي وقالت لي يواجه سدي هذا الباب إذا كنت تخافي راك انتي تخلعي دوار. سديت الباب وطلعه السطح وتمات هبطة عودة ثاني عندي وقالت لي عودة ثاني سديتي راني كان دوش ستمشي تطلع وتعود تهبط واحد العواد وقالت لي اهكي راها دورة لفلان ومشوف حالهم. صلت على رجلي تنبكي عشانه دارو لي جافي لي لاخته كانت مشات اهو هبط عند امه قال لي وما يصبحت لانا قالت لي أذكر مرتك وعيط لي اهبط واتقالت وثولني شو طار يا واسال؟ ذكرت عند امه وقالت لي ما لبنتك معي وقالت لي لذا ما لبنتك ماذا ما لديت أردت لي أنا لاختبا أبنتي وقالت اليوم لا أ 1500 وقالت اليوم اسمعي يا خالتي حجبت الله انا مزوجة فيك حكيم لديك حجبت الله انا صافي لحظة غير تخنقت بغيت غير نخرج جاء خبط عليها الباب وجاء البنتي يفرج ليها حيث كنت هزاها ويلا عندها شهر ونصف قريبا بقاتك تغوت وهو كي غوت انا خرج مفصيلة اوهبتت عند امه وكتلاحس بي الله ونعمل واكيل فيكم حيث هادي اي حاجة الوحيدة اللي اقدر نقول لكم صلعت هو هبض بديت كنسمعك تقول ليه هم راس لالا والمعيور انت عقاعدك شلي جي يكون في بالكم كنت لعافك الدنيا لدارنا جاء شيخي شو طاري ما طاري بديت كنعود ليه صراحة جاء مني وقال لي يا صبري راني عارفهم هو ثاني غادي يقول لي اقلسي في دارك درت بكلامه ولست دوز ديك اللي لأنا وراجلي كل واحد فينا في جهة حتى حد ما كيدويم على اخر وهو ما عجبوش الحال انه امه تقلق منه اما انا كان عنده زايد نقص جاء الصباح خرج لخدمته وهي عيطات البنتها وبديت كنسمع اشكال وانواع ديال الهضراء او يكاد قول لي كين ولي ما كينش غادي تقول لي بنتها او عندهم الظهر انا ما كيناش هنا اما كونكليتها وقدرت ليها وفعلت ليها صليت لراجلي ااجي راختك جات وراتي يسمعوني في الهضراء وتي خبطوا عليا ومن القبيلة وهم تيعيروا غير غادي يجي غادي يضربوها بسقلة انا في ديك اللحظة فطرت وطلعت نسبن في الماكينة ديالنا اللي كانت مشتركة اللي عندنا في السطح خلي واناها غادي تبدلينا داك اللحم ديالنا من قبل عملها ويذهبوا لنفس الطح ويخناز هذا هو التنقى الضغراء في السطح خلي وانا اخرى ممكن ان اتباعي ويصبح ويظهر لي ويشير لي بهم ويقول لي يا جماعي اللي اخنزك من هنا اعز الله وقدركم اخلت لها خالتي الله يكسر اخلينا من هذا الشيء ريولتك الى التحت اخليه سوف يكونوا حالة الصافي اراح لما يسامح حيث قبل من طلع انا بداية الي بكي ويقول لي انا لا تريد ان نعيشه في الهنا بغينا نعيشو فليهنا حاوت نهدنا ولكن والو بدت كتغوت وكتعيرني ونشدك ونديرلك ونفعلك انا كنبرد معها اويا كتطلع السماء وشويونا نقول لها شو بات يديري ليها قاع طلعت بنتها ضرباتني شيرت عليها بالتليفون في صدري وشديت ليها يديها بغتلح عليها جاء ولدهم موسط منا ليه هو راجلي بدت كتغوت وطاحت ضربات اخته للراس هنا بدوكي عيرو فيها يتركت الكاريانيا الفاعلة ويتتركها وانا غير سكتا عيط لدارنا قلت لهم اشمطرة اجيوا القولي يحل دابا جابا برقها قاسها وسط من الدار سلام عليكم الحجة يكلا باس دارت يديها في جنبها وبدت كتبون باعليه خزرت فيه وردت الباب على وجهه قدام راجلي راجلي جاء عند بابا وقال لها العرلمس مسحفية راني ما عارش فين دير وجهي طلع عندي بابا وقال ليا يلا ها وصل يلا ها وصل الدار وابط جاء راجلي وقال لها نرى اني ما بغيرش نمشي نخوي داري قال لي عافكا وصل غير سير واحد يومين بدم تبرد القاضية وعود يرجعين ما هزيت حتى شي حاجة خليت كل شي تماما هي شعلت يا ابنتها وقالت له يا انا يا هي طلقها وتيشوف بلي انا وابنته بقى صغيرة وانا ويا ما عندناش مشاكل ومفاهمينه بخير حتى قد قولي طلق درس ثلاث ايام كان سولوه واش ما غاديش جيليا وتيبقى علي غير بل سير تحيا ويصار بقيت غالسات اما في الدار لمدة شهر ودك شبقى غادي تطول والهضراء كتخرج من الجيران من عند العائلة من عند الناس باللي رابنتهم ممكن تتلقات حتى سولته انا مزوجة في كفلان شرح ليشنو كاين جاء هدر مع بابا وابا وقال لي هراها امي شد في رأي ديالها وقد قل اذا وصل دخلت له الدار غادي نتحمو عليها او اللي غادي نطلع على السطح وغادي نتحملهم واذا بغيت يرداتي تلقاه السلام ما خلاش كون جابليها في العائلة من القريب والبعيد باش انا ويراضيها ولكن هي في ما غير يتلقى هي تلقى وانا تنقول لي خليني غير مش غيل الدار وجمع غير حوهيجي وحوهيج بنتي وانا عارفة بلي انا عندها الساروت ديال فصيلي وانا باش عارفت لي انه نهار هي تناقشت معايا قلت لي بلي انا وهذي داري وهذي فصي الله ديالي واندخليه وقت ما بغيت وعندي الساروت وانا ولادي راكي يسمعوا كلامي اذا قلت لي هي تلقك ليلة واحدة ما يزيدهش معك بقيت قلتها في دارنا دوزت فترة نفسية لي كانت خيبة ما حلتك الكلام عباد الله ما حلتك الوضعيتك النفسية ما حلتك انك يولفتي الروتين ديالك والعيشة ديالك ببوحدك ما حلته لبنتي وبزاف ديال التفاصيل درجة وليت انا كنت لعب العاني الاسطاح ندر سبق انا نصبن وانا رغير عيانا نفسيا وبغا غير ندوز داك النهار ونقولي يا ربي اغدا نمشي لداري وليت عيشة على امل انا وغدا غدين نرجع لداري توحش معني الكوزينة ديالي فراشي الروتين ديالي واللي تحالتي كل يومين غدا كان ضرب شوكة ديال ضد الاعصاب بنتي ما كنش كان نردعها حتى الوحد الليلة عياه وما يضربوا لي في الشوكات والوالو الألام والأعصاب أعطاوني يدر تحليلها ولقاوا انه تكولي الحجر في المرارة قلت لي يا طبيبة ضروري اليوم قبل غدا خسكت حيديها ليمشيها بطلق كل شي كبدا وسط المشاكل النفسية بابا تكلف انا ويدر لي العمالية سمعوا راجلي وخانة داك ما عندوش غدي تسلف ويتكلف ويدرها ليه هو كيجي كيشوفني وما قادر يدير والو قال لي ها غادي نخرج نكرين بعد منكم قلت لي هلا والو ما غاديش تخرج وإذا خرجت من الدار ما أنا أموك ما انتا ولدي داس المدة ديال سبطار ملقيت حتى شي حد في جنبي حتى بابا ما كانش ذاك القبلي غادي ينوض وغادي يغوط وغادي دفعليه سالت العمالية وقلست مدة حتى صحيت شوية وبديت كان سولو ايش مدرتي رانيتو حشت داري تبقى عليها خلي الواليدة حتى تبرد عييت من الانتظار وما خل لماذا كنت دخل وحطت علي الباطل وفي الاخير رجعت دوك الناس هكاك اللي كانوا كباروا بالقيمة ديالهم وعندهم مكانتهم قلت لي هم لا الله يلا كلمتي ما اضطحش للأرض والسالع حتى كانت تفاجأ باللي أنا وغادي عيط لبابا ويقول لي غادي نتلقى في واحد القهوة الفلانية باش أنا ننهضروا قال لبابا غادي نكرر لي الوصال في واحد دار بعيدة عليكم وحتى على أمي ولكن هالشي غادي يكون بالتخبية وحتى شي حد ما غادي يعرف وغادي تبقى بوحدها هي وبنتها وهو غا يب فاش جا بابا قال لي هادشي بديت كان نغوة أعلى مليانة واش جايبني من الزنقة بابا قال لي بهت المصطلحة عز الله وقدركم سيري الحمارة شنو كتفهمي خليه بعد غيري كريلك شو كتفهمي فهذا الأمور تنقول معرصي ويلي بابا غادي نبقى بوحدة كارية باش أنا ويرضي الناس باللي ويصال رجعت لرجلها ومعندها والو واحد الفقصة حسيت بها ما يمكنش القدر أقل من عادية ما كتضربش فيها الشمش دبر على الفراش اللي كان قديم باش أنا ننقضي به تنقول ما شي مشي مشكل كان نضل كان نصلي وكان بكي وكان قول لي يا ربي ارغدا غادي نرجع لداري والفراشي لدرجة وليت نقول ليه العرلة ما جيب لي غير شوية الحويشك باش نحس باللي انتا معايا وانا مزوجة كان حطي بيجاما إذا جاكي يلبسها في الدار ولكن كتوصل ثمانية خاصو يمشي تيجري باش موما تحس بشي حاجة بزاف ديال تفاصيل ديال واحد مرحلة اللي كانت صعيبة بزاف كل نهار كان بكي وكان قول يا ربي بيلي العلامات واخد لي حقي وهو كل نهار كيدوي معها وهي كتنفخ عليه دايست مودة بنتها اللي تضربت انا وياها تلقى راجلها لفضيا وخرج من الدار متشفيش فيها ولكن قلت سبحان الله كانت كتجري ليه باش انا نطلق تصدق راجل بنتها كي تلقها ولكن ما بغاتش بنتها تطلق ما بغاتش لها ذاك الشي عيطت على نسيب داروا الغضاء ورادتوا مع بنتها وداس الأمور وسط ذاك الشي الراجلتي يقول ليها واش انا ما ديروش لي حل بداتك تغوت الله كي يقول يا وراني بغيت مرتي لا غادي تطلقها لا ما غاديش نطلقها يوارت يا فلان انا سخط عليك ما انتا والدي ما انا امك جا عندي راجلي وجهه مخطوف مالك فلان يا كلا بس واسال ما تخليش نهاري يجين ندمع لاش اختاريتك وبدأ كي يبكي انا تدمرت انا خسرت امي انا مسخوت امي هي خرجات دايعة ولا تكتقول لنا سرا والدي مسخوت هو من نهار عاش معا هاد شي وحنا المشاكي والامور ما بيناتنا تكهربات لانا وسمع السخط من عند امه لدرجة ما بقيتش مرتاحة فات الزواج وتلفت واخديت قرار اخير انني غادي نطلق ما حد عندي بنيتا وبقى صغيرة نخرج نخدم اوربيه والرزاق هذا هو كان قراري قبل اشهر فاذا به كان تفاجأ بامر واحد اخر من عند مولانا وتعالى كان تفاجأ باللي انه بنتي مرضات على غفلة وديناها عن الطبيب وقلنا لي باللي انه فاش نعيط لها ما كتجاوبش معنا بسرعة قال لنا باللي انه ممكن يكون عندها شي مشكل في السمع اديوها عند الطبيب فلاني اختصاصي فعلا مشينا درنا لها الراديو وكانك تشفو باللي انه البنت ما كتسمعش اتضمت وبدأت مرحلة وحد اخرى كانت جارة وعند الاطباء وكتشفنا بلي انا والبنت خاصها زراعة القوقع بعشرين مليون كيفاش غادي نديروها مين غادي نجيبو لها فين كنا وفين ولينا احنا اليوم حاليا كنشوفوش كل يقدر يتبر علينا لانه فعلا جانهت الشقة صح ولعله خير انا تلفت ومعرف شنو ندير شنو نقدم ولا ناخر وفعلا ما كانش ناقصنا هاد المشكل ولكن اللهم الاعتراض اصطاد شي كله وما اطراج لي مزج حتى التليفون انها تدوي معا ولدها وتقول لي على الشيطان اجي رجع لدارك وبرك عليك من الكرة لانه المصاريف تابعين كذا بمعا بنتك مقدرة تدير حتى شي حاجة وحنا رعلينا مولانا هذي هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية وصالي يا ستا ذاكرة ما انا عندي ملاحظة بسيطة عمرني ما اصطرقت لي هفشي حكاية من اش حام حكاية ده بميوك ده وثمانين عمرني ما اصطرت في هذا الموضوع انا لاحظت باللي انه من الساس كين خلل من الساس انتعاد القصة كين قلت الحوار او للانعدام ديالو الكلمة انتع باش نتفادى المشاكين نقول رعا ما كين حتى شي مشكل لا رعا مشكل كي يكون من بعد حبل ما كانت زوجوا وبانتلينا شي حاجة ماشية هذي كان هضرو فيها كانت تحاوروا فيها حيش اذا ما هضرتش في شي حاجة ما تتسلطتش ليك وما عجباتكش ركت تراكم وكتقدر تخليك انكي كتعيش في واحد الوهم ديال المشاكيل غير بوحدك حيش الطرف الثاني عند بالو بلي انه هو مواقع حتى شي حاجة والامور غادية اما الحاجة الثانية الحامات واللويسات بما انه المشكل عندنا فاد القصة من الحامات واللويسات اذا كانت شي وحدك تفرج فيها حامات ولا شي الويسة فيها شي شوية ديال الشر علش ما تحبوش ديك بنت الناس بحال واحدة منكم علش ما تديروهاش نفسكم كيف مما تبغيش للأدل بنتك مع عائلة وحد اخرى حتى يشوفي فيها نفس المسألة وانتي ما تحاوليش تخليف العلاقة مع أخوك ومرتوك اذا شاك سوقهم هذك طيب ليه تخليه بالجوع تطبل ليه ما تطبلش ليه هذيك حياتهم وهو بغياء هكك وهي بغياء بحال هكك وهو هم مفاهم بدك الطريقة وورا ما تيرضعش صبعوه ما كيت سناك شمتية جيت تضري نيابة عليه إلا ما عجباش شي حاجة هو اللي غدي يغضر عليها حياته هو راجل ما تزوج حتى كان راجل وقد بأموره وبنات الناس علينا بالاحترام ابنات الناس كنشوفو فيهم بناتنا الحاجة تثلثة الله يشافي ليك بنتك وأكيد أي واحد كي سمع فيي من القناة بغي يساعدك من المتابعين را غير يتواصل معايا نعطيه النمرة ديالك غير وابغي تنقول لك ويصال بلي أنا وهذا الحدث ليك تديزي منه دابة را ب حدث وفيه خير أنا الخير فهذا حاليا الله أعلم به ولكن تتأكد بلي أنا وكان خير خفي وراطف من رب العالمين ديري يقينك في مولانا ديري أنه ربي غدي يفكها بأي طريقة عاونك شي حدولها ما عاونك شي ربي غدي يحلها وما غدي شي يخيبك ديري هذلك اللي ما حلقة في ودنك وعمرك ما غدي تندمي وغدي تحيشي مرتاحة في حياتك رجلك ماشي مسخوت لأنه ماشي غير الوليدين اللي كي يسخطوا على أولادهم تالأولاد قدروا يسخطوا على أولادهم غير هو ما يقاطعش أم كل مرة يدير محاولة بغت ما بغتش تراضى هذك ثقة وصاحبهما في الدنيا معروفة أنت يا مرتو حق عليه ومرا حق عليه وباشي قد الطرفين أحسن حل هو أنه يفرق مبيناتكم أو لا يعدل مبيناتكم والله يذلكم شي فرج يا متابعين يا كرام مكرتش أنكم تخليوا كلام جميل لو يصال صاحبات الحكاية تفرجوا عليها تنفسوا عليها الكرب اللي كتعيش فيه اليوم ضمسوا في رعاية الله وحفظوا يتلقوا بتغضي إن شاء الله سلام سلام شكرا